السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال طريقة مجربة للاستغناء عن السيكاليم ديالالانيم بلا شك ان السيكاليم ديالالانيم في الحقيقة غالي مش حال موحدة اكثرية في هذه الفترة ديالالصيف يعني ما كيكونش انتاج بزاف خصصا بالنسبة للمبتدئين ما كيكونش عندهم مسائل تبريد ان الالانيم غادي يصدقو لهم في الولادة ديالهم غادي يصدقو في يعني في تربية ديالهم بالنسبة للسيكاليم هو ما يمكنش ان الانتاج ما يكونش وغادي المربي غادي يبقى يشريء من جيبه انا جربت هاد القضية تانا يعني وقع لي هاد المشكي ديالالينات مرقوش كي يولدو بقيت كانا نفكر اسمو ممكن انني نستغني على السيكاليم وندير واحد العلف اخر ويقدر انهم يصبروا ويبقوا بنفس الصحة ديالهم ويعني اسمانو لما لا انهم اسمانو ولكن نستغني على السيكاليم السيكاليم ارى بالنسبة للسيكاليم عفوا تسعين درهم للخنشة وكين اللي كيتربع بخمسة وتسعين درهم للخنشة على حسب نقوله اربعة درهم وناس كين مني كتديروا بالجملة ممكن انه وتعلك بستوصي بعين ريال هي مزيانة ولكن مني يكون الانتاج وكين يعني كين مني تشري هادك الخنشات يرسي كاليم اما مني يكون مكينش الانتاج انا بحالي هاد يجات غير مصادفة ومين جربت لقيت بللي الانتاج وما تبدلوش الحمد لله السر وهو الخبز الجاف الخبز الجاف ارى ديما كان اهضر عليه في الفيديوهات ديالي ولكن انا ارني بغي نقولكم ان هاد الحل ارني توصلت لي خدام مئة بالمئة لا بالنسبة للبلديين لا بالنسبة للرومين والبلديين اكثر البلديين ناصرها ما كيتستعملوش غاز سيكاليم سيكاليم ارى اغلبية كيشريوا غير المربين ديالالالانيب الروميين لانهم كيحتاجوا انهم يكلوا مزيان اما منين جربتو يعني الخبز الجاف جربتو بالنسبة للالانيب الروميين لقيت وتهو اخدام مئة بالمئة وخاء انني عد تلت شهور ما شريتش غاز سيكاليم ما تخيلو انني تلت شهور دابار اني خدام عهم غير بالخبز الجاف وكما وردت كوميرا كينو احد الالة روبو خاص بتقطيع الخضروات والفواكه وانا استعملتو الخبز بقيتو خدام يعني هذه غير تجريبة يعني مبتكاري ولقيت انو كيقطع الخبز كأنو سيكاليم يعني قد القيطع دي السيكاليم صافي وقيت كنعطيهم انك الخبز كنعطيهم 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 وقيتهم صافي نسوا سيكاليم يعني ولوكي ياكلو مزيان يعني عايشين مزيان الحمدلله ملقيتش فرق يعني ملقيتش وحد الفرق ما بين السيكاليم والخبز الخبز الجاف ممكن انكم تحصلوا عليه من الضار ديالكم يعني القيطع اللي كي شيطونكم وكي يكرموا ممكن انكم الجيران ديالكم في العود ميلوحوه حرام انهم ميلوحو الخبز يعني يخلطوه مع الحواج اللي ضايعين التالفة ويرميوهم مع الأزبال عزكم الله لا يحترفضو بالخبز بوحده وكتايلة كان عندكم القطيع كبير وحتاجتو الخبز بزاف ممكن انكم شريو تخيلوا انه يعني واحد البانيو انا نوريه لكم يعني عامر بالخبز عندنا انتوما كيما كتشوفوا معايا هذا رعبانيو شوفوا الحجم دياله كداش هانتوما هذا البانيو كله طعليه بخمسة وعشرين درهم خمسة وعشرين درهم هاد الشي رع يعني تبارك الله يعني كي يضربوا واحد المدة يعني مني قطحنوه وكي يقول لي قطعوا واحد طريقة يعني بلا ما تعطيوه لهم هكا يعطيوه لهم يعني مقطع تخيلوا ان البانيو هادا في شريت خمسة وعشرين درهم يعني بالنسبة الكيلو طعليه بدرهمونس درهمونس كيلو ماشي هي بالنسبة للسيكاليم انهم كتشريوه بربعة درهمونس درهمونس صار بربعة درهمونس ربزان يعني هادي المربين يعني هادي رع واحد البادرة طيب ان شاء الله ممكن استغناء على السيكاليم وممكن انكم ديروا غيل خبز بوحدو رع خدم مئة بالمئة هادي يعني يعني كنت تبكدين ان الخبز رع خدام الاناني انهم ممكن انكم تعطيهم غيل خبز وحيدو عليهم جميع الاشياء اللي غدرهم مثلا قولوا شي حاجة خضراء شي شي يعني النباتة اخضر او مثلا شي حاجة اللي غادي تدلهم مرارة الخبز غادي تدلهم طم لا مرارة لا والو هو الخبز بالعكس فيه الناشا اسمه غادي تدلهم انهم غادي يردون بصحة جيدة وكي يعطيهم الشحمة يعني كينتسمين وكي سمن يعني تمكي تكتولي المقادير يعني ممكن انكم الامهات ممكن انكم تعطيهم نصف الكيمية اللي كتبطيهم للصغر ومعروفة الكيمية هي مئة كرام يعني طاس طانون في النهر ولكني لقيتهم كي سمانوا بزاف هي مزيانة انهم يسمانوا يعني ها مزيانة وحد يعني يعني هذا الخبز ماشي دار دار الغالط كين وحشي خاطئ بالعكس كين واحد الحاجة مزيانة انه المربقة ديرتاه ويقدر انه يشيط شوية الفلوس ويدير ليكاج اخرين يشيط الفلوس انه ينجح المشروع يدير امهات جدود ويلا كانوا عنده جوج امهاتي وليه وربعة ولي كانوا وربعة يديرو ثمانية المهم القادية ديل السيكاليم غالي يعني ماشي كان حارب الشركات ديل السيكاليم ولكن اناني جربت جربت الخبز لقيتو خدام مئة بالمئة ما اداهمش ما داش لا دياري يعني ما دالهمش الاسهال الكوكسيديا ما تصابوش بها الالم دي المعدة واللوم زيانين ما كانش انتفاخات انتفاخ ما كانش انا جربتوه للصغار لقيتو ما دالهمش غالط يعني هو الخيس وما كديرش الغلاط يعني انا خدام مئة بالمئة بيقدر انه يوفر من هاد من هاد طريقة هذي انه يبقى فيهم غير الخبز الجاف مطحون او مقطع بطريقة بطريقة ما هو ممكن انه غيحطو في واحد الخنشو ويضربوه بواحد العاصة ممكن انه ديرو في المهراز ممكن انه يقطعو بشيمقص ممكن انه يشري واحد الروب وواحد الالة ممكن انه يقسم غيبي الديو ممكن انه يربح التمان دي الاستيكاليم اللي ممكن انه يخصر المشروع لانه ممكن انه يبقى انتاج المربي يعني كي يقولوا انا غني خنشة دي الاستيكاليم وفي الحقيقة ما كي يلاقي انتاج الواله كي يقولوا كي يولي خامول ما كينش وحد فرحة الفرحة دي التربية الالانيب وهو يملكة قد دخلك الفلوس اي واحد دي التربية الالانيب ماشي باشي تنتع بالمنظر ديالهم ولكن انه اولا دكشبينوا بالله لانه تربية الالانيب يعني هي عمل عمل شريف ولكن احتر ربح كي ينتظر انه يربح اذا الحلقة ديالنا هي دي موضوع مهم حاولوا انكم تجربوا لهم هات القضية ديال الخبز وتشوفوا الاخير ان شاء الله اللي غدي يرجع لكم مني غدي تزبدلوا مني غدي تلقوا رسكم مكتشير بالسيكاليم والانيب ديالكم بصيحة جيدة ان شاء الله اذا ديال الحلقة ديالنا ديالنا نتمنى انها تنال اعجاب ديالكم حاولوا انكم تفكروا زيان في الموضوع لان رابط جريبة هاد شي اني جربته عادت لكم هاد الفيديو هادا ما غديش تلقوا الامراض غدي تلقوا واحد واحد المشروع يعني طايح عليكم بزيروا درهم ان هاد شي ممكن انك تشري عشرين درهم ديال الخبز وتضرب بها مثلا واحد شهر رابط زيان ماشي بحالة استيكاليم استيكاليم فعلا استيكاليم تاوا عنده المنفعة دياله ولكن إذا كان البديل دياله وحتى ما انقل هادك الشي اللي راها ديال الحلقة اللي بغتنا نظلكم عليها هالنهار الناس اللي مازالك مشاركوش معانا يشاركو معانا كنشكركم مع التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جيم وسان دونا تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة